بقولك ايه يا ستا تتحداني اللي يقولنك اتحسن من التاني اتحداك ازوموليكس بيقولك مرة موبايل بيقولي الشريحة روحي وانت طالق قالت له يخرب بيتك والرصيد اللي في باطني بيقولك مرة واحد سايد اشتغل ثواء في باريس ركبت معا واحدة اريانا طول الطريق عمال يبص عليها من المراية قالت له اول مرة تشوف واحدة اريانا ولا ايه قالها لا بس اموت وعرف هتطلع الاجرى منين واحد خليجي بيسأل واحد مصري بيقوله انت ليه لما حد يسألكوا سؤال بتردوا عليه بسؤال قال له مين اللي قالك كده بيقولك مرة واحدة حامل غبية قوي الناس قالولها جزك بيخونك مع واحدة تانية راحت له جزها وقالت له قولي الحقيقة وهسامحك الوضن اللي في بطني امه تبقى مين بيقولك مرة واحد عفريد طلع لواحد غبي قال له طلب امنية قال له المصحف ما معايا رقمها واحد سعيدي حد يوصل بلده بسرعة رجب القطر وقعد يجري فيه واحد غبي تقدم لبيتي يخطبها قالت له انا اسفة مش هقدر ارتبط بيك عشان جوايا شخص تاني قال لها بلاش فلسفة وقول انك حامل بيقولك مرة واحدة ست ساقة عالجي بي اس فالجي بي اس قال لها انحرفي قليلا قامت قلعب طرحا بيقولك مرة واحد كان مخنوق من مراته قال لها انا زهقت منك وارح اتجوز هيفاء واهبي قالت له موافقة قال لها انت يوم وهي يوم قالت له لا قال لها خلاص انت يومين وهي يوم قالت له برضو لا قال لها خلاص انت تلاتة وهي يوم قالت له لا قال لها طبعا عايزة ايه قالت له انت يوم وانا يوم واحدة ستة اتصلت باما وعملت عايت امها بتقول لها ملك يا بنتي قالت لها اتخانقت انا وجوزي قالت لها عادي يا بنتي ما كل اللجواز بيتخانقوا قالت لها طيب قولي لها اعمل ايه في جوزته بالوقت بيقولك مرة واحد غبي راح يشوفنا تكتف الامتحان لقى نفسه سائت ام راح يتخانق معامه ام قالت له انا ما لنا قال لها طول السنة قاعدة بتلعبي وجاي اخر يومين تدعيلي بيقولك مرة واحدة اتصلت على جوزة وهي متعصبة قالت له فينك يا زفت قال لها تعرفي محل الدهب اللي فيه الطاقم اللي عجبك مبرح قالت له ايوة عارفة يا عمري يا روحي يا حياتي قال لها انا عندي الحلاء اللي جنبه يا زفتة يا بنتي الزفتة بيقولك مرة ثلاث اطفال راحوا محل لعب واحد قال للراجل عمه عايز بلونة فالراجل جاب السلم وطلع جاب له بلونة بعد ما نزل سائل التاني قال له عايز يا حبيبي قال له عايز بلونة قال له ما قلتش لي وانا فوق المهم طلع جاب له البلونة وهو فوق سائل التالت قال له انت كمان عايز بلونة قال له لا يا عمه ام نزل من عالسلم قال له ما العايز يا حبيبي قال له عايز بلونتين بيقولك مرة واحد محشش قاعد جند واحد سومالي فالمحشش بص على السومالي وقال له انت سيني هم استغرب السومالي وقال له لا بعد شوية المحشش رجع تاني بص عليه وقال له انت سيني فالسومالي تعصب وقال له يا عم لا بعد شوية المحشش بص على السومالي تاني وقال له طب أمك سينية فالسومالي اتنرفز قوي قاله ايوه انا سيني واما سينية واسمي شونجلي ارتحت فلمحاشش قاله غريبة مع اني شكلك سومالي بيقولك مرة واحد غابي سرق فلوس كتير ومش عارفي خبها فين فراح السحرة وقعد يحفر يحفر لغاية معامل حفرة كبيرة وحط الفلوس فيها وردم الحفرة وعلم الحفرة بلوح خشب مكتوب عليه هنا مفيش فلوس فواحد غابي معدي شاف اليفطة قعد يحفر يحفر وخد الفلوس وكتب على لوح الخشب حسنين ما خدش حاج واحد بيقول لصاحبه مراتي ماتت وبحاول عيط من الصبح ما قدرتش انزل ولا دمعه مش عارف اعمل ايه ام صاحبه قاله تخيل انها رجعت بيقولك واحد اقرع حس ان في حاجة ماشي على دماغه بيحط ايده لقاها نملة جي يشيلها قالت له استنى والنبع عم واخر زحليقة بيقولك واحد مصري بيسأل واحد امريكي ايه اخبار الدنيا معاك قاله بالنهار راكب همر وبالليل قاعد مع امر وانت قاله بالنهار سايق تيريلا وبالليل قاعد مع غوريلا بيقولك مرة واحدة امريكية واحدة فرنسية واحدة مصرية قاعدين يجربوا صادة صوتهم الامريكية قالت هلو صادة الصوت قال هلو الفرنسية قالت بونجور صادة الصوت قال بونجور المصرية قالت ههههههه صادة الصوت قال حبيبة باشرة واحد غاب بيامل تحليل دم فالدكتور قاله انت عندك سكر في الدم فالغاد قاله الله يكرمك يا دكتور والله انت اللي جال عش بيقولك مرة واحد راح يتقدم لوحدة طويلة قوي فابوها قاله المهر خمشمائة الف جنيه قاله ليه عم انت حسيبلي المتر بكا سألوا واحد ما عشش ايه هو الحب قاله مابرة عن حرفين حمار بيجدد وبقرة بتسدى بيقولك مرة تنميز بيقول لي مام تتعالي معايا المدرسة بكرة قالت له ليه حبيبي قالها الميستر قيل اللي مش هيعمل الواجب هضرب امه بالجزمة بيقولك مرة واحد منحوس عمل المستحيل عشان يسافر امريكا وفعلا سافر واول ما وصل امريكا لعاهم عاملين مسابقة هناك اشترك في المسابقة وكسب بص عشان يشوف كسب ايه لعا نفسه وكسب رحلة المص بيقولك مرة واحد حماته دا سيتها عربية فسألوا انت شافافك سودا كده ليه قالهم من كدر البوز في الكويتش لو عجبتك النجات ما تنساش تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد احلى مساء لك ورقال اشترك في القناة